أستاذ خالد جلال أهلاً وسهلاً بحضرتك مؤكد أن احنا سعداء بوجودك معنا النهاردة أنا اللي سعيد وفخور بوجودك مع حضرتك شكراً جزيلاً أستاذ خالد حدركت دلوقتي رئيس قطاع الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة والمشرف على مركز الإبداع بالأوبرا هو السؤال مركز الإبداع في الأوبرا واحد يعني هل له فروع أخرى في أماكن أخرى؟ هل له فروع في محافظات أخرى؟ مركز الإبداع هو جزء من صندوق التنمية الثقافية في وزارة الثقافة وفيه جوة صندوق التنمية الثقافية أماكن مختلفة فيها بيوت اسمها المركز الإبداع كلها لتعليم فنون مختلفة يعني فيه مثلا مركز الإبداع الفني في القاهرة ده اللي هو المركز الشهير اللي هو موجود في دار الأوبرا المصرية وفيه مركز إبداع في اسكندرية وفيه فرع من مركز الإبداع كان في ضممهور ما بين دار الأوبرا المصرية وما بين صندوق التامية الثقافية لكن أعتقدم لسه هي وعد تشغيله مرة تانية وفي بيوت بقى زي بيت الشعر العربي وبيت الغناء العربي وبيت العود العربي ودي أماكن مختلفة لتعليم فنون مختلفة داخل الأماكن الأسرية بيت الهراوي وبيت زينب خاتون وأسر أمير طاز ومجموعة جبيرة من الأماكن الأسرية اللي معمول جواها مراكز لتعليم الفنون المختلفة زي الخط العربي وزي الموسيقى وزي الغناء طب يعني لماذا ليس لها نفس الشهرة أصابت مركز الإبداع اللي موجود في الأبر هو يعني مركز الإبداع هو أكبر واحد فيهم وهو يمكن أقدم واحد فيهم وهو اللي فيه المشروع اللي يسمونه المشروع الأم يعني اللي هو أول ما أنشأ في 2002 وبدأ تشغيله في 2003 أنا فاكر أنه يعني كان وقتها وزير الثقافة كان أستاذ فاروق حسني وبعدين قال لي هتعمل بيه المكان ده يعني هل يتحول لشبيه لبيت الفني للمسرح يعني جهة إنتاج ولا يتحول لمركز زي مركز الهناجر للفنون فيه ورش بتيجي من الخارج تتعامل جواه وكده فاقلت له لا أنا أتمنى أنه يكون حاجة تالتة فاقل لي ايه فاقلت له بفكر نعمل منحة من وزارة الثقافة للموهوبين في مجالات التمثيل والإخراج والتصميم الديكور والأزياء فاقل لي أنت عامل دراسة عن كده فاقلت له أنا عامل دراسة دي حلم حياتي أنا كنت قابلها مدير مصرح الشباب وبدأت كان عندي في مصرح الشباب مكان اسم ورشة مصرح الشباب وكان فيه شباب كتير جدا من مصر كلها فاقل لي قدمها لي بكرة فاقدمت له تاني يوم دراسة جدوى عن المشروع ده وأنه على مدار عام بميزانات إنتاج مصرحية واحدة من أي مصرح في البيت الفني للمصرح احنا ممكن نعلم أكتر من 200 ولد وبنت في مجالات مختلفة ومع سدزة مختلفين فيه 12 أستاذ بيدرسوا جواها عندهم إيمان شديد بفكرة نقل معلوماتهم للشباب الصغيرين دول والحمد لله يعني أنا عايز أقول أنه بعد أول دفعة أو من أول دفعة ودي الدفعة اللي اتخرج منها بيومي فؤاد وانضال الشفعي ومحمد شهين ومجموعة كبيرة قوي من النجوم إيمان سيد وسامي حسين وكانت العلامات واضحة يعني علامات أنه هذا المكان هيكون مكان ناجح بأقل تكلفة ممكنة ممكن يطلع بني أبمين عندهم إيمان بموهبتهم والسوق الفني نفسه بدأ يلتفت لهم بشكل كبير من أول دفعة وفعلا أصبح يعني عدد كبير من نجوم الشاشة حالية الحمد لله الحمد لله يعني أنا عايز أقول أنه فرق كتير قوي خلال السنين اللي فاتت من 2002 لغاية النهاردة في 2022 من عشرين يعني من عشرين سنة نجوم كتير جدا طلعت منه جدا وخصوصا دفعة كمان التانية بتاعت دفعة قهوة سادة لدرعمانها محمد ممدوح ومحمد فراج ومحمد سلام وشام اسماعيل وحمزة العيلي وأمير صلاح الدين ومجموعة ضخمة جدا يعني أكتر من وحسام داغر وعمر عبد العزيز مجموعة يعني طلعت كبيرة قوي من قهوة سادة وكل دفعة بتخرج يعني ناس أعتقد أنه الحمد لله مؤكد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر